اهلا بحضراتكم من جديد طبعا دلوقتي او في الوقتي ده الشهر ده اليومين دول بتقام بطولة اسيا للاندية لكرة اليد جي طلبين للنادي الاهلي باستعارض بعض اللاعبين عندنا كابتن الفريق طبعا كابتن اسلام حسن راح او النادي الاهلي وفق له على اعارة للسليمانية الكويت وايضا اسامة الجزيرة لعيب التونسي المحترف بصفوف النادي الاهلي وفق له نادي الاهلي كمان عشان يحترف في نادي خلال البطولة بس مع الوحدة السعودي على ما اتذكر ولكن للأسف اسامة الجزيرة عمل مسحة هنا قبل ما يسافر لما راح البطولة بيعمل مسحة البيسي قرابل ما يخش لقوا المسحة ايجابي طبعا بنقول لك الف سلامة اسامة جزيرة ان شاء الله يعني الحمد لله هو كمان كتب تويته على صفحته قال انه هو ما عندوش اعراض وانه فوج ان هو ايجابي ولكن في الاول والاخر بنقول لك الف منهم سلامة انت يعني ان شاء الله بطل وعندك ارادة قوية وان شاء الله تقوم بالسلامة وتبقى النتيجة او المسحة سلبية وقدر الله وما شاء فعل اكيد ربنا عيلك الخير يا اسامة نروح طبعا للخبر الجيد اسلام حسن لعب مع سليمانية الكويتي وساهم النهاردة بشكل كبير في الفوز على كازيرون الايراني ببطولة اسيا الكرة اليد اسلام حسن كابت الفريق الاول لكرة اليد رجال بنادي الاهلي والمعارض لصفوف نادي سليمانية الكويتي سجل خمس اهداف فوز فريقه على نظيره شاهد كازيرون الايراني بنتيجة تلاتين سبعة وعشرين في اول مطشط المجموعة الاولى من بطولة اسيا واللي دلوقتي بتتلعب في السعودية المجموعة بتضم مع الفرقتين كل من مدر السعودي العرب القطري النجمة البحريني طبعا ده بالاضافة للسليمانية الكويتي وطبعا كازيرون او شاهد كازيرون الايراني السلمية هيلعب او السليمانية هيلعب مطش مهم جدا بكرة مع نظيره مدر السعودي مطش مهم مطش جامد ومدر جايب محترفين البطولة بتتلعب في ضيافة نادي الوحدة السعودي في الفترة من 12 والحد 21 يونيون اللي احنا فيه زي ما قلنا لحضراتكم كل التوفيق طبعا الاسلام حسن والف مليون سلام عليك يا اسامة